السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صباح الفل عليكم. النهاردة انا فتحت على برطمان المخلل الجميل ده. وكلت منه. ما خدش وقت خالص. انا عامله من يوم الحد. والنهاردة الخميس. لقيته جميل جدا. بتعلق لكم على الطريقة. انا جبت كرنبيت. وجبت خيار. وجزر. وليفت. واحط كله مع بعضه في برطمان واحد. وكله حيستوي. بس الحاجات اللي ما بتاخدش وقت اللي هي زي الخيار والليفت. هنقطعهم كبير شوية. والكرنبيت هنقطعه صغير. عشان كلهم ياخدوا سوى واحد مع بعض. كرنبيت سهل بيتفصص الواحده على طول. زي ما احنا شايفين كده. والعروق بتاعته برضو مش هنرميها. هنقطعها. وبالنسبة للليفت. انا غسله كويس قوي طبعا لانه بيبقى فيه تينا وبيبقى فيه شعر من تحت كده. اللي هي الجذور بتاعته. هنقطعها زي ما احنا شايفين. مش هنخلي فيه حاجة خالص. هنقطع الحتة الخضرة اللي فوق. وهنغسله كويس جدا من الطينا اللي فيه. انا غسله كله بس تسايبها واحدة كده اورها لكم. هنقطع بقى صوابع او بالعرض زي ما انتم حابين. زي ما احنا شايفين كده انقطعت الخيار تخين شوية والليفت. علشان دول اكتر حاجة ما بتاخدش سوا. بيستوه اسرع من الجذر طبعا واسرع من كرنبيت. هحط كله مع بعض واقلبهم كويس. هقلبهم مع بعض. وبحضر الخلطة اللي هحطها عليهم. واحط الاول معلقتين ملح وكبار. عندي نص كوزبرة نص حزمة كوزبرة خضرة. اربع فصوص تومة دقوقين. معلقة كبيرة من هارست الشطة الحمرة. ممكن تزاودي في الخلطة دي طبعا. بس كده الحميم بتوعه هيبقى حلو معقول. هقلبهم كويس قوي مع بعض. وحسيبهم في التدبيلة دي حوالي ساعتين تلاتة لغاية تم اغلي المية وتبرد خالص. عشان تبقى متعقمة. وهخصل طبعا البرطمان وانشفه كويس. هينزل منها مية. هناخدها برضو في البرطمان هنحطها. المية بتاعتها هتبقى حلوة جدا. وطعمها هيعجبكو قوي. انا غليت المية طبعا وصيبها تبرد خالص. حضر البرطمان. هبتجي رص في الخلطة كلها. الخضار كله. المشكل. زي ما احنا شايفين المية تحت عاملة ازاي? نزل منها مية حمراء جميلة مطرح الشطة. دي هنحطها. لازم يكون البرطمان على قد الخضار. علشان ما يطلعش فوق المية. ولونه وطعمه يبقى مش حلو. لازم المية اضغطي الخضار كله ويبقى البرطمان على قد الخضار اللي انا حطاه. هكمله. كده خلاص. انا حطيت المية في القعر. واجي المية المعقمة. المية الغلت وبردت. وحطيت فيها الملح. كل كوباية. عليها معلقة ملح. بس مش مليانة. هحط المية الغيطة ما اتغطي خالص الخضار. هارجه شوية. اخر حاجة هحطها. بنجراية صغيرة مقطعة على اربعة. على اربعة. تكون صغيرة خالص. لو حابة لونه يبقى محمر قوي ممكن تحطي اكتر. هحطها فيه كده هنزلها باديا. وهشوف غطى بقى برطمان او طبق صغير بلاستيك. المهم تكون حاجة بلاستيك تخش جوه البرطمان. تنزل الخضار اللي تحت ما تخلهوش يطفو فوق. وهجيب كيسة نايلون احطها قبل ما احط الغطى عشان يبقى الغطى محكمة على البرطمان. ما يدخلهوش هوا. هقفل بقى كويس. وهحطه على جنب في المطبخ. لغاية ما يستوي. انا فتحت عليه بعد اربعة ايام. بصراحة عجب ان يتعمه. طعم المية وطعم الخضار في منتهى الجمال. حاجة حلوة قوي. وان شاء الله نخلي الباعة قبل رمضان. كل عمانتم بخير. ربينا ان شاء الله يعيدوا علينا بالخير يا رب. وعلى الامة الاسلامية. شكله حلو جدا. وطعم خطير خطير. هحط شوية ماية كمان. المية طعمها حلو. ولونها جمان جميل قوي. من الشطة اللي حطناها ولون الخضار طبعا. والبنجر. شكله اصلا يعني يتاكل لوحده من غير اي اكل جنبه. ان شاء الله اتجربوه ويعجبكم. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش. اشتراك ولايك. وبالفة هنا وشفا.